اشتركوا في القناة المدرب الارجنطيني اختار اربعة مهاجمين وهم ليونال ميسي وغونسالو ويغوين وباولو ديبالا وسرخي ويغويرو وضمن مفاجآت تشكيلة سان باولي دراجو اسم مدافع تورينو الايطالي كريستيان انسالدي قد ظهر في خمس مواجهات دولية في اطار المباريات الودي لا يناسب اسلوبنا هكذا برر خرخ سان باولي استبعاد المهاجم ماورو ايكاردي عن تشكيلة الارجنطين في كأس العالم مهاجم انتر سجلت 29 هدفا هذا الموسم متفوقا على المستدعيين باولو ديبالا وجونزالو هيغوين نجمي يوفانتوس امر يرجح فرضية ان قرار الاستبعاد لم يكن فنيا فالقصة اعمق بكثير بحسب المحللين كثر يعتقدون ان قائد التنجو ليونال ميسي يقف خلف ابعاد هداف الدوري الايطالي المسألة بين المهاجمين شخصية وتتعلق بزميلهما السابق ماكسي لوباز المقرب من نجم برشلونة ولا يمكن اغضاب البرغوث الباحث عن لقبه العالمي الاول مع منتخب بلاده ابعاد القضية تتقاطع عند امرأة تدعى واندا نارا انفصلت عن لوباز واصبحت صديقة ايكاردي بعد ذلك عندما كانا يلعبان مع سامدوريا في قصة احدثت جدلا كبيرا في عالم كرة القدم الاسطورة دياغو مارادونا اتهم ايكاردي بالخائن واشار الى انه سيدفع الثمن ما فعله بصديقه ووفقا للرواية التي تتداول في الشارع الارجونتيني فان ميسي تقمس دور المنتقم لصديقه الاقرب لوباز الا ان افضل لاعب في العالم لم يبدي اي تعليق فنيا اعدم سامباولي حلوله الاضافية في خط هجوم التانجو اذ سيتمد على انخل دي ماريا وهيقويين الى جانب ميسي امر لم يكن ناجعا في التصفيات حيث عانى التانجو لحجز مقعده الجماهير والاعلام المحلي ضغطوا في الاوينة الاخيرة لاستدعاء ايكاردي اذ يرون فيه حلا قادرا على هز الشباك امام تكتلات الخصوم الدفاعية مرددين سامباولي ظلم الارجونتين اندريا بيرلو ودع كرة القدم في مهرجان كروي بمشاركة اهم النجوم السابقين انقسم نخبتهم من اهم اللاعبين بين فريقين ومن ضمنهم جون لويدي بوفون وخافير زانيتي والبريزيلي نوراندو وفرانك لامبرد وفرانشيسكو توتي وكلارنس سيدولف وكارلوس تيفاز واندريا تشيفتينكو بيرلو تشارك اللعب مع الفريقين واستبدل في الشوط الثاني بابنه نيكولو وسط تصفيق الجنهور ابن تسعة وثلاثين عاما لعب خلال مسيرته مع انتر وايسي ميلين واليوفي قبل ان يهي مشوره الاحترافي مع نيويورك سيتي في الدوري الامريكي كان وداعا جميلا واسعدتني مشاركة العديد من اللاعبين السابقين في هذه المباراة يمكن القول بانها ليلة مثالية ترك بوفون فريق يوفانتوس ولم يترك كرة القدم ولذلك امل مواصلته اللعب في فريق كبير كما ودع اندرياس انيستا فريق برشلونة ومن الصعب على اي لاعب وداع فريقه لانه يبتعد عن نمط حياة رفقه لاعوام عديدة الشبه باقامة علاقات مع اشخاص من المافيا يدفع الاتحاد الايطالي لكرة القدم الى التحقيق مع ثلائي بيبيرين وباولو جانفارو وسلفاتوري ارونيكا فرع مكفحة المافيا فتح تحقيقا في مدينة نابولي الجنوبية وطلب المدعي العام في الاتحاد الايطالي من اللاعبين الثلاثة المثولة امام لجنة تحقيق مختصة اللاعبون الثلاثة متهمون بالتواصل مع الاشقاء اسبوزيتو وهم شخصيات بارزة في مافيا كامورا في نابولي لم يتقبل النجم السويدي زلتان ابراهيموفيتش ان يدوس لعب من فريق موريال امباكت بالخطأ على قدمه فسارع الى صفعه بقوة وصده للحاضرين بعد الاصطدام غير المتعمد من مايكل بتراسو عقبه زلتان على طريقته الخاصة قبل ان يتدخل حكم المباراة ويدرد ابراهيموفيتش بعد العودة الى تقنية الفيديو المساعد وبرغم الترد نجح جالاكسي بالفوز بهدف من دون مقابل فعليسان جرمان يواصل سعيه الى المجد القاري بناء فريق وتدعمه باهم الاسماء لم يثمر مع المدرب الاسباني اوني امري لذلك البوصلة اتجهت الى المدرسة الالمانية بتعين توماس تخال مدربا جديدا للفريق تزعم القارة العجوز هو الحلم الاساسي لباريسان جرمان الطمح الى ان يصبح النادي الفرنسي الثاني الذي يتوجب لقب دور ابطال اوروبا انفاق باذخ في السنوات الاخيرة فاق مليار دولار بدعم جهاز قطر للاستثمار من دون نتيجة قرية برغم السيطرة محليا انتهى عهد المدرب الاسباني اوني امري بلا انجاز اوروبي وبرغم تتوجه بالثنائية هذا الموسم غدر اسوار بارك دي برانس والحقبة الجديدة سيكون قائدها الالماني توماس تخل تخل من المدربين الاوروبيين الاكثر تنافسية شخصيته الطموحة وميله المؤكد تجاه اللاعب المرتكز على الدفع قدما وقوة الشخصية تطلاق مع الاسلوب الذي لا طالما رغبنا بمنحه لباريسان جرما المدرب الذي قاد دورتموند الى لقب كأس المانيا افترق عن الفريق الاصفر بسبب اختلاف وجهات النظر مع الادارة وكشف ان طموحه مع الفريق الباريسي كبير لكن من دون الحديث عن الانتصارات والالقاب بشكل مبكر اثق بوجود نقاط اساسية لبلوغ الاهداف اهمها الهيكلية وروح الفريق والعمل اليومي يتعين علينا ان نعمل على ذلك كل يوم بيومه نحن في مستوى الكبار الفريق يضم لاعبين استثنائيين وباريس مدينة تجلب اهتمام اللاعبين الكبار ولم اطالب ادارة النادي باي صفقات قبل قدومي المدرب الشاب يتطلع لبعض الصفقات في المركات الصيفي الالمانيين يوليان فيغل وماكس ماير من الاسماء المطروحة فضلا عن حارس مرمى وظهير لم يتحدد بعد وعلى مستوى المغادرين يتمهل المدرب ببت امر كل من انخل دي ماريا واليوليان دراكسلر وادنسن كافاني اضافة الى معرفة موقف البرازيلي نيمار من البقاء او الانتقال الى ريال مدريد برغم تأكيدات على بقاء اغلى لاعب في العالم في بارك دو برانس نهاية النشرة الرياضية شكرا لكم على حسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة